اشتركوا في القناة هي ان نقبل بعضنا البعض قبول الاخرين اقبل كل شيء في حياتنا الحقيقة وقفت عند رسالة بولس الرسول لأهل رميا صح الخام 15 لما بيقول اقبلوا بعدكم بعضا كما ان المسيح ايضا قابلنا لمجد الله وشعرت ان هذه الفضيلة مهمة جدا في الاسرة المسيحية اقبلوا بعدكم بعضا نمرة واحد لازم نعترف ان كل مننا في عيوب وضعفات من هنا تأتي اهمية اننا نتعلم ان نقبل بعضنا البعض الزوج بيقبل زوجته بصفاتها الجميلة وبعض المتاعب اللي فيها وهاخذها العكس ايضا الزوجة تقبل وتحب زوجها بصفاته الجميلة وايضا ببعض الضعفات التي فيه وننتبه ان اللي كي نقبل بعضنا البعض لابد ان نتوقف وننتبه لألا نقارن حياتنا بحياة الاخرين مهم جدا ان الانسان ينظر الى حياته ويقبلها ويبتدي ينميها دون انه يقارن نفسه بالاخرين اقبل ما عندك وافرح بما عندك ولا تقارن نفسك بالاخرين الزوجة القنوعة تقبل كل شيء تقبل حياتها وتساعد جزءها على انه ينمي حياتهم ولكن تقبل الامكانيات التي يصل اليها الاسرة او الزوج او كلهما مع بعض ومش بس تقبل بل نشكر كل شيء نشكر كل حين ونشكر على كل شيء تقبل زوجها بعيوبه عصب شوية بطيء شوية ما بيقدرش يعني يخرج الى الخارج اكتر حياته محدودة او حياته مفتوحة نقبل صفات البعض ممكن نشجع البعض على التغيير لكن في النهاية لابد ان نقبل بعضنا البعض كذلك الزوج يقبل زوجته شطرة في كل شيء ولا شطرة في بعض الامور وفي بعض الامور لسه عايزة تنمي مهارتها تستطيع انها تتماشى مع حياته الاجتماعية او لا ويحترم فيها قدرتها يحترم فيها قدرتها في البيت وفي خارج البيت في العمل في الانفتاح على المجتمع او عدم الانفتاح نتكلم مع بعض ونناقش بعض ونحاول اننا ننمي قدرتنا ولكن اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا لمجد الله وعلشان نتعلم القبول لازم يكون عندنا نوع من القناعة نقنع بما عندنا ونقنع بما يعني زي ما قال المزمور ان حبال التقسيم وقعت ليه في ارض خسبة يشعر كل انسان ان الخير اللي في حياتي ده شيء صالح لحياتي وربنا سمحلي بيه افرح بيه بولس الرسول قال الاية جميلة جدا ناخدها كده درس في حياتنا في اننا نقبل بعضنا بيقول في جميع الاشياء قد تدربت ان اشبع وان اجوع وان استفضل وان انقص استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني بمعنى اننا لابد ان ندرب نفسنا على ان نقبل بعض ونقبل حياتنا ونقبلها بشكر واذا الترفين عندهم روح القبول وروح الرضا بحياتهم الرضا ببعضهم البعض نقدر ان ربنا نفهم ان ربنا يبارك هذه الاسرة ويقول كده معلمنا بولس الرسول ان الله قادر ان يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزددون في كل عمل صالح العبارة اللي خدتها الكنيسة وحطت هلنا فيه اوشية الزروع والعشب والمياه وهكذا نزدد في كل عمل صالح عندما نقبل بعضنا البعض ونقبل حياتنا ونتعايش مع بعضنا البعض بروح القبول وللهنا المجد دائما أبدايين أمين ترجمة نانسي قنقر